السلام عليكم كي ديرين كل شي بخير صحيح تكم لا بس كانت منها تكونوا بخير وعلى خير ورمضان مبارك يدخل عليكم ان شاء الله بصحيحة وسلامة وقاعدك شي اللي تمنيتوا وتقبل الله منا ومنكم صالحة الأعمال اليوم غدي نقدم لكم مملحات جد راقية سهلة تحضير كجي بنينة بساف ممكن انا نقدمها على طاولة الافطار ولا في اي نوع من المناسبات في الاعياد في الاعياد الميلاد يعني في العراضات كانت من الفيديو ديال يوماين الاعجاب ديالكم ما تنسونيش بجام وباختاج وابوني باش تعموا الفائدة وباش حتى انا نزيد نعطيكم فيديوهات اخرى سنبدأوا باول نوع هو هذا سهل جدا اي واحد يكم يقدر يصوبوا سنحتاجوا الجوج بيضات سنضيف الملحة والابزار وشوية ديال المعتنوس سنخلطهم مزيان على شكل اومليت سنضيف واحد المقلع اما مضغرة اما مربعة على النار مدهونة بالزبدة نخليها تسخن ونحطو الامليت ديالنا عليها ونخليوها حتى الطيب ما نخليوهاش حتى التحرق يعني واحد شوية ونقلبوها باش فاش كان بغيو نلويوها كجينة سهلة سافي انا هنا يا بنت لي انها بارك عليها غدي نمشي لطاولة العمال غنكون دهنها بشوية دلماء غدي ندير عليه بلاستيك غدائي وغدي نحط عليه ديك لومليت ديالي ونفرش فوق منها الجبن على هات الشكل ثم غدي ندير الخص من الاحسن ديرو الخص صغير في الواسطة البنات ما يعد بكم شو فاش تبغيو تلويو هنا كتديرو اي سلصة على حسب الاختيار ديالكم او للا مايونيز كنديرو هنا لا دين تفيومي او لديك المدخن وكنلويو يعني الامليت ديالنا نادرت واحد جوج طريفة ديالخيار ممكن انكم تديرو الافوكا وعد تلويو انتوما كتلويو انتوما كتزيرو بديك البلاستيك الغدائي باش كيجيكم رولو صغير وكيجيكم معاوط يعني هانتوما شوفو بات الشكل هادا من بعد كتلويوه بحلقة قدحطوه فتلاجة حتى كتبغيو تقطعوه بالاحسن قبل ما تقطعو اي نوع من الملاحات كيجيته هو غزل بثاف هاتي نحتاج لربعة ديال الحبات ديال الفدر هاتي نغسلوهم ونقطعوهم ذاك الجهة اللي كيكون فيها التراب على هات الشكل راه مفيد هذا بثاف حسن من المعلب وكيوزنش يعني حاجه كثيرة لأخذيت واحد الكيمياء اللي هي قليلة هاتي نقشروا يعني القشرة بحال هكا حتي كتكون كتأكسد ثم كنقطعوهم بالسكين اللي ما عندوش ممكن انه يستعمل للفدر المعلب مش مشكل في مقلات على النار غدي نديرو القليل من الزيت ممكن نديرو حتى شوية زبدة كتعطي واحد البنة كنديرو واحد نصف بواغو مقطع ممكن انكم ديرو بصلة صغيرة وكنخليوها كتذبل بحال هكا كنضيفو الفدر وكنحرقو وكنديرو الملح والإبزار وصافي وضغية ضغية كيوجد الفدر ما كيتعطلش نهائيا ممكن انكم ديرو الغيطاء ديال المقلات وممكن انكم ما تديروهاش الفتر الا بغيتوه ما يشربش لكم الماء تكساعة كتش هدو العافية انا الصراحة جاني هو هدك مع تاني لما لاحتش حاجة صافيه هنا رهواجد كيف ما كتشوفوه هدي نخليوه جانبا وغادي نمشيو لنوجدو الخبز ديالنا عندي هنا خبز دوست هدي نحيدلو دوك الجوانب باش هدي جيني مقاد وزوين الخبز الأبيض ديال الدوست العادي اللي كيتباع هدي نخليكم اللصفة اللي سبق لي وحضرت معاكم هنا ديال شوية ديال الجبن الطاري ممكن ديرو اي نوع من الجبن او الدهن وغير بالمايونيز ديال البراعيم ديال السبانيخ اول السبانيخ ولا ديرو الخص ولا ديرو اللي بغيتو اللي كتفضلو تقدرو تديرو الحبق اي حاجة هدي نديرو هنا جبن مربع وغادي ندير خبز واحد اخر مدهون بالجبن ثم غادي ندير الفطر ديالي اللي حضرت معاكم هو البواغورة كي جلديد بساف بسافة البنات ممكن ديرو اي حاجة بغيتو تديرو معه الطون تديرو معه لافوكا تديرو معه اي حاجة عندكم فتلاجة ممكن ما تديرو شقع لافوكا مهم هنا درت لافوكا درت واحد طبقة اخرى من الخبز ثم ما درت الفيلم وزيرت مزيان ودرت هاد المربع فتلاجة بالنسبة النوع الثالث كي جيته هو بنين والتيش يحد ما كيعرف اشنو فيه الداخل كنحتاجو القليل جدا من المكور اللي يون ديالو بنفسجي ممكن ديرو المكور العادي كنقطعوه وكنديروه في واحد المتحنة وكنطحنوه بحل هكا حتى كي يرجع على هات الشكل ثم كنديروه واحد لنص حبة ديال لافوكا كنديروه معه شوية ديال الحامض وشوية ديال الحبق وكنبقى وكندقوها هكا بسكين ممكن انكم ديرو لها شوية ديال ملحة والابزار ثم كندهنو بها التوست ديالنا على هات الشكل ممكن ديروه الجبن معها كي يجيته هو بنين كتعطيه واحد المطاقع وثاني مختلف كنديرو شوية ديال مايونيز مع ذاك الكرم او لذاك المكور وكندهنو الطبقة الثانية به كيف ما قلت لكم إلا بغيتوا تضيفوشي اضافة كديرو الجبن كي يجي لاديد جدا او لا تقدروه فعوت الافوكاد ديرو الزيتون الكحل اللي كتطحنوه وضيفو معه القلين من زيت العود والملحة والابزار والعضرية على حساب تكشي اللي كتبغيب هنا اضفت واحد نص حبة ديال الجزار يعني بشرطها وضفت معها لمايونيز سديت المربع ديالي ودرت الفيلم اليمنتر او للبلاستيك الغدائي وغلفتو مزيان باش كنخليولو الوقت يرتاح في تلاجا كل ما ارتاحو كيجيو زوينين وكيجيو سهلين في تقطاع بالنسبة النوع الرابع كيجي غزال بسومان وليزي بينار كيجي لديد بزف بزف كنديرو الفيلم اليمنتر على سطح العمل يكون مسوحب شوية ديال المابش كيلسق مزيان ومكاعد بكمش كنديرو الشرائح ديال السومان وكنحطو خبز السندويتش من الاحسن يعني تلقو هاد الخبز ديال السندويتش قبل ما تحطوهم على السومان ما تديروش الغلاط اللي درت انا حيثا الزربا ودراري كيغوتو وهذا يعني بلا بلا خاطر ما بغيتكم ش يعني تنتومات يوقع لكم بحلاكة بير باش السومو يبقى بشكل ديالو ما يتقطع محت حاجة لانك يكون فخاجيل هنا كندهنو ديك الخبز يعني بالجبن اي جبن عندكم متللات او اي جبن كتديرو هنا درت فخوماج فومي نشو ما ديرو اي نوع من الجبن كتبغيو ذات ليزي بناخ ومن الافضل ليزي بناخ ديروهم غير في الوسط بلا ما تديروهم هاكا كلهم لانا غيعدبوكم شوية مني غدي تبغيو تلويو يعني غدي بقو كي يزلقو هنايا غدي نبقى اللوي كيف كتشوفو يعني هنا يا شوية برسطوني اضطريت اناني نحيد منهم كيف ما كتشوفو او لا تديرو شي حاجة خورة فوق ليزي بناخ مثلا الجوبن او اي حاجة باش كي يشدو بلا صوم زيان هنا كنبقى كلويم زيان ذاك البودان ديالي كل ما لويت كل ما كنزير وكنبقى كندير هاد العملية هادي وكنديرو فتلاجة بالنسبة النوع الاخير كي يجي لديد بزاف وما تشبعوش منو هادي نحتاجو لعلبة ديال الطون غدي نديرو نصف فزلافة ونصف فزلافة اخرى نضيفو لكله اه نصف شوية ديال فلفلة حمرة اه يعني مشوية غير واحد شوية وغدي نضيفو لها شوية ديال مايوناز وفزلافة اخرى فلفلة صفرة مشوية والشوية ديال مايوناز هادي نخلطو مزيان وغدي نقبطو الخبز ديال التوس ديالي ممكن انكم ندهنوا شوية بالجبن انا محتاجيتش لان المايونيز كافية غادي نوضعو خبز يعني اخر ونعودو ندهنوه بالطبقة الحمراء ممكن اضافة الجبن المربع حسب الرغبة بنسبة الزين اللي كيكون من الفوق قبضت هنا في القوس او الخيار كتقطعو له الجوانب وكتبقو كتستعملو هاد الموندولين اللي كنقشرو بها البطاطا باش كنحصلو على واحد الشرائح بحالك رفيعة ثم كنطقو كنديروها على الوجه ديال مربع ديالنا بعد ما دهنناها بالجبن باش كيلتاصق وكيشد كنديرولو الفيل ماليمونتر وندخلوه لتلاجة وصلنا للدرساج كيف ما قلت لكم قبيلة قبل ما تقطعو دخلو المملحة ديالكم واحد خمستاشل دقيقة المجمد باش كديكم تقطعانات وزوينة ماشي حتي تجمدو غير خمستاشل دقيقة كافية سافي هنا كان قطع دوائر كيجيو كيحمقو لديا دين بسف بسف هادين بشيو النوع الاخر هادين قطعو دائما نختارو السكين يكون ماضي وكيقطع مزيان هانتو ما شوفو ممكن تقدموهم غير هكا مع انسالات وتاك شي كيجيو كيجيو في فنين للوليدات للمدراسة يعني بزا بديل الحويش انا كنعطيكم غير افكار وانتو ما يعني استعملوهم كيف ما اشقتلكم هنا كندهنو بالقليل من الجبن وكنديرو زريعة ديال القرعا ممكن ديرو الجنجلان ممكن ديرو اي حاجة بنسبة النوع الاخر قطعتو بحال هكا يعني كيجي حتى هو في المنا يقدر زويون ومختلف والوليدات كيعجبهم لان فيها الخضراء وهو ما ما كيحسوش بيها بالنسبة للنوع الاخر يعني كنقطعو بحال هكا دوائر حتى هو كيجي اغزال وما تشبعوش من نوع البنات ما تشبعوش منه بالنسبة للزيين ممكن ديرو الجنجلان البيض الكحل اي حاجة بغيتو كاتروليو ذاك الدائرة فيه وكيعطي واحد المنادر هنا النوع يعني الاخير كيف ما كتشوفو قطعتو على هات الشكل وقدمتو الشكل النهائي ديال مملحة ديالي بعد ما وضعتهم هات الطبق التقديم الرائع يعني الوان مختلفة واشكال مختلفة وصراحة العين كتاكل قبل الفم ومني كتضقوهم حاجة اخرى حتى شي حاجة ما كتبقى ديسوني فوقش المدة اللي بقوا فيها في تلاجة مهم من ربعة حتى الخمسة تسوايع مثلا ديروهم تومة في الصبح وقطعوهم في الماساء ولا ديروهم في الليل وقطعوهم في الغد خليتكم على خير وشكرا على حسن المتابعة والى الفيديو اشتركوا في القديم بإذن الله